احمد ابو عارب بيقول انا شرطي منشق ومعي هوية الشرطية وجاني سنة وبعد سنة رفض الاستينام بتاعه وقدم لجوء جديد عند القاضي بيقول انه سألني مطلوب سألني انه ما سألني مطلوب وما فيه اسباب تخليني خاف من الرجوع للنظام يعني هو القاضي بيقول له انه هو ممكن يرجع اه ما انا هقول لحضرتك ليه ابتداء من 2024 الاجراءات للحصول على اللجوء للسوري اصعب مما اي حد يتخيل الغالبية بتاخد حماية سنة والابشع من كده ان في ناس كتيرة بقت تاخد رفض خالص لا حماية سنة ولا تلات سنين ولا اي حاجة بياخد رفض نهائي وبيكتبوله مع ترحيل فطبعا مش هترحل بس هما بيكتبوله مع ترحيل تمام فدي مشكلة كبيرة عشان كده احنا ذكرنا ده في الحلقة اللي فاتت وانا هرجع اقوله تاني لو سمحتوا يا جماعة قبل ما تروح تبصم قبل ما تعرض قضية لجوءك قبل ما تعمل اي شيء من فضلكوا استشيروا حد مختص لان حاليا الوضع صعب جدا ان الشخص يقدر يحصل على لجوء لاسباب نزلت في التقارير الدولية اول حاجة بيقولوا ان في مناطق امنا دلوقتي في سوريا زي القامشلي الحسكة ادلب المناطق دي امان من ناحية ايه النظام ما يقدرش يدخل لها دي اول نقطة النقطة التانية اللي موجودة عندنا دلوقتي وعمل لنا مشكلة كبيرة هي نقطة دفع البدل كل واحد بييجي بيقول بيسأله بيقول له انت السفر بتاعك تكلف قد ايه اللي بيقول تمن تلاف واللي بيقول عشر تلاف واللي بيقول عشر تلاف واللي بيقول عشرين الف دولار طيب الفلوس دي انت فيك تدفعها لنظام وتعيش ببلدك ومش محتاج ان انت بسيجي بس الزبط هي كانون البدل طالع دلوقتي كانون البدل طالع هو طبعا ده مش امان لان النظام بتاع بشار الاسد مش يعني ما عندوش مصدقية الشخص بيدفع البدل وتاني يوم بياخدوه اوكي بس فيه قداب يقوله لا او فيه قداب يقوله اه والمحكمة دسترال عليا مبتتش في الامر فعشان كده يفضل ان يكون فيه استعداد مختلف تماما لان الوضع ما عادش زي الاول اشتركوا في القناة